استمراراً لدوره في تخليد بطولات الشهداء وتضحياتهم وإلاء المتفوقين الرعاية والاهتمام كرم فرع نقابة المهندسين في اللاذقية نحو 300 من ذوي شهداء المهندسين والجرح المهندسين وأبناء المهندسين المتفوقين بكليات الهندسة بجامعة تشرين وبالشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي فاحتفالية في دار الأسد للثقافة نكرم ذوي شهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن وحافظوا على سياج الوطن نكرم الجرحانة الأحباء الشهداء الأحياء نكرم الأوائل في التعليم الأساسي والأوائل في الثانوية العامة والأوائل على كليات الهندسة تكريس ودعم العلم هو يصب في خانة هذا الجيل الذي اليوم نحن نراهن عليه لأنه اليوم معركتنا ما هي معركة علم ومعركة وجود ومعركة جهد فكل التحية لجيشنا البطال كل الرحمة لشهداءنا كتير هيدا عم يعطينا قيمة ودافع أنه كمان نستمر نحن نكمل بأنه نبني لهيدا الوطن التكريم حلو لفتي حلوة من نقابة المهندسين تكريم لقلنا بعد تعب طويل والحمد لله حققنا على اللي بيبعدنا كتير مبسوطين وفرحين به التكريم وكتير عاصم بالفخر هذا التكريم يعني مكرمية حلوة من نقابة المهندسين هذا دليل اهتمام فينا وعن جد بعد تعب خمس سنين أنه حصلنا على هذا التكريم والتفوق وهذا الشيء بيحفزنا لحقق نجاحات أكثر بالمستقبل التكريم جاء لمن يتصدرون المشهد ويشكلون ضمانة عظيمة لسلامة الوطن من جهة وتقدمه وازدهاره من جهة أخرى وهم الشهداء أولا ومن ثم المتفوقين دراسيا والمتميزين تعليميا ترجمة نانسي قنقر